تغريدة ثانية السادة عبدالله يقول يمر بالشاب مرحلة يشعر معها بالتيه وفقدان السيطرة على حياته يصنع هدف فلا يحققه يتوب من ذنبه ثم يعود له يريد أن يتقدم فيشعر بالتراجع لا تقلق الجميع يمر بذلك وهي سنة الحياة الأهم لا تيأس ولا تستسلم لا يوجد حل سحري هداف صغيرة مع مجاهدة مستمرة وسؤال الله توفيق ورفقه صالحة تغريدات كتب حداته سلام الله الله أزاك خير يعني هي فكرة وخاطرة صراحة العنوان المرحلة والزمن هذا الذي ينشى هو التهل لكثير من الشاب يعني يشعر قلترك خيارات المتعددة للطموح العالي المشكلات الأزمات التي تمر بالعالم حتى مثل أزمة كورونا هذا يتسبب إشكالات نفسية واجتماعية على الشاب فيشعره بفقدان السيطرة يشعر أنه تأه أول إخفاق يمر به يشعر بالعجز والفشل لأن الشاب لزع في بداية عمره ما في خبرات كبيرة ما في أحد قريب منه يعني زي ما يقولون ينصت له الفضفضلة يعني على ما يقولون هذه القضايا تشعر بالتيه فيبدأ يفقد السيطرة على الحياته يشعر أنه خلاص انتهى لا أقول هذا شيء طبيعي جدا يمر بكل شخص القضية هي في الاستمرار القضية هي في تحقيق أهداف صغيرة القضية في العادات التي تكتسبها القضية في أنك تكون حولك مجموعة متميزة تساعدك على النجاح القضية في دعاء الله جل وعلا وسؤال التوفيق هذه ستضبط لك البوصلة أيضا قضية اليوم الحياة المعاصرة حياة سريعة فالإنسان ليس لديه وقت للتفكير و للتأمل فهو يشعر أن يطلع من الدوام يروح للدوام آخر أو للمدرسة أو للجامعة وكذا أخذ وقت للتأمل و التفكير و المحاسبة و المراجعة و هذا مبدأ موجود في ديننا يعطي الإنسان ارتياح يعطيه ترتيب أوراقة يعطيه تحديد رؤيته حتى لا يفقد المعاني المهمة هذه في الحياة نعم هذا أيضا موضوع الإصرار في هالنقطة أكيد مضيف بعد توفيق الله وسؤال الله دائما و أبدا في كل عمل الإصرار قد يكون أيضا من الإشاء المهمة اليوم لدي الشباب لابد أن يكون مصر فيما يريد يعني بالطبع دائما هم يقولون الخيل الأصيلة تلحق تالي يعني إنسان طبيعي في أي مضمار أنه يتعثر لكن أهم شيء أنك ترجع مرة ثانية تستمر قد يمر بك في حياتك منعطفات و تكون سبب في انقلابات تمر بحياتك و أزامات لكن هذه تنضجك يعني كيف الإنسان يخرج من الأزمة بخبرة و لا يخرج من الأزمة بيأس أو إحباط أو تشاؤم بالعكس هذه الأزمات هي اللي تصنعك إذا كتجد الناس اللي مروا بمشاكل مروا بظروف صعبة مروا بمشكلات اجتماعية تجد لديه قدرة على تقبل الاستدامات و مهيئ لها بشكل أكبر من غيره وجودك في الميدان بحد ذات أنت لا بد أن تكون متقبل لكل شيء أي فهذا هو المقصد من الفكرة أنك مهما سقطت تقوم مرة أخرى مهما تعثرت حاول لا تيأس يعني ما دمت على قيد هذه الحياة فاستمر يعني لأن تلقى الله جل العلو أنت على هذا الطريق تحاول وتستمر وتصبر خير من أن تلقاه و أنت يعني مستلقي على جانب الطريق لم تقدم شيء شكرا